في إطار دعم الأسر المنتجة والشباب الجامعي والمحافظة على المهن التراثية أحيى المكتب الإقليمي العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية مهرجان بأيدينا في قلعة دمشق حيث ضم المهرجان بين 90 إلى 100 طاولة أتاحت الفرصة أمام تلك الأسر لعرض وتسويق منتجاتها نحن ممارد قوي من اللاتقية نحن مشاركتنا بيجمع العصور الأديمة الفرنسية والعصور الوسطى مع الأسر الأورينتي اللي هو نحن موجودين هلاء وكل شغلنا طبعا هو صناع سورية من أقمشة من خشاب من جميعه نحن مشتغل كل شي مونة بيتية شغل ضيعة معمولة بنفس الضيعة مواد أولية بدون مواد حافظة الحليب الطبيعي نعمل كمان أصناف يعني نعمل أجبان ألبان مخللات مربيات وكل شغل بيت بالطريقة التقليدية الأديمة شارك منتج العصار بلشت مشروعي كنت طالب سني أولى جامعة بدرس أنا زراعه بجامعة التشرين بلشت فيك هواي خليتين وكل سني بقى صر تكبر منحال كل سني عن سني هذا شي ساعدني يصار عندي منحال وصر بحاجة حدا يساعدني فصرت من زملائي للعالمي زملائي بالجامعة أو زملائي بشكل عام أمنت لهم فرصة يجيبوا معي خلالة يشتغلوا معي بنفس المشروع سننا كذا شب أول مرة متشارك بالمارض لتسويق منتجاتنا كشباب كما هي العادة السوريون بأيديهم قادرين على خلق فرصة للحياة والتجدد وتجاوز العقبات فهذه المشاريع الصغيرة هي خطوة في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء به اشتركوا في القناة